نحن يجب أن نعتقد اعتقاداً جازماً أن فلسطين والمسجد الأقصى هي جائزة الله لهذه الأمة إذا التزمت بالصفات سيدنا عمر ما دخل مسجد الأقصى و فلسطين لأنه محارب لأنه كان قد توج نفسه بصفة الرحمة الرحمة اليوم ما فيش رحمة اليوم ما في رحمة اليوم وهي إخوانا بيشوفونا على الشاشة لو رأينا يهودياً في واحدة من عواصم دولنا العربية عامل جدائل وحاط الطاقية اليهودية و لابس الشال اليهودي ماذا سيجري له من المارة والله لا يأكلوا أكل والله لا يقطعوه لكن ده سأل سؤال هل سيخطر في بال واحد من المارة أن يدعوه إلى الإسلام لا إذا نحن أمة حنق و غضب و لسنا أم الدعوة و فلسطين أرض دعوة ترجمة نانسي قنقر